قصة تانية برضو شغلت العالم وشغلت أمريكا قصة أب ترك ابنه يعني يبلغ من العمر حوالي خمس سنوات عندنا صور الطفل والأب مش كده أيوة تركه لا ده 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 مش الطفل ده الفيديو بتاع ازاي الناس لما بتترك ده فيديو تعليمي ان الأم أو الأب يسيب الطفل في عز الحر داخل السيارة وبعدين يروح بقى هي تتسوق وتتمشى الولد يبتدي عيط يبتدي الحرارة تزيد يبتدي يعرق يبتدي مش قادر يتنفس ييجوا الناس اللي مشين يبصوا عليه كده وما يعملوش حاجة ويمشوا ويلقوا الطفل كده وما لهمش دعوة وبعدين بييجي في لحظة ما حد بيشعر انه الولد بيعيط وبيمشوا بيجي حد تاني بيكسروا الازاز عشان ينقذوا الطفل عارفين لو الموضوع ده اخد اكتر من 15 دقيقة 15 دقيقة 15 دقيقة معناها حياة انسان 15 دقيقة لو الطفل قاعد في سيارة مغلقة بدون فتح اي شباك فيها يموت على الفور هم عاملين الشريط ده شريط تعليم لامان الاطفال وللاباء والامهات وللشعب تشوف طفل في عربية مقفولة لوحده اكسر الازاز اكسر الازاز وانقذ الطفل على الفور فامريكا مشغولة ان فيه اب فعلا ترك ابنه فيه وبيقولك اكسر الازاز القداماني بعيد عن الطفل ما تكسرش الازاز اللي جنب الطفل وخش وافتح الباب وبعدين طلع الطفل وخرجه في الهواء وعمله تنافس صناعي لو ده تاخر الطفل بيموت على الفور الاب اللي احنا شوفنا صورته دلوقتي ده ومعه الطفل الجميل ده لا يزيد عن العمر عن سنتين يمكن او حاجة زي كده سنة ونص بنارى الاب في قاعة المحكمة بيلبس البدلة الحمرة التي تعني انه او البدلة البرتقالية انه معرض لحكم الاعدام هذا الرجل اسمه جاستن جيمز اظن ومعرض لحكم بالاعدام لانه ترك طفله الصغير البريء الجميل ده اللي احنا شوفنا الولد مات الولد مات لانه سابه في العربية ودخل يعمل شوپنج ويشرب سجاير ويشرب بيرة ويتكلم ويعكس الستات وقعد له ساعتين ثلاثة اربعة سابه العربية لوحده في عز الحر طبعا الولد طفس فتس ومات فتس مات فابدوا على الاب اللي انا عايز اقوله انه يستحق الاعدام لانه ترك ابنه بهذه الصورة من الاهمال الشديد طبعا هو بيبكي وبيعاية تبقول انا ما كانش قصدي لكن اي حمار يعرف انه ما تقفل على قطة او كلب في امريكا على فكرة في قانون الطفل والقطة والكلب والحيوان ان شاء الله عصفورة تسيبها في داخل عربية مقفول الزجاج بتاعها هتموت خلال 15 دقيقة لان ساني اكسيد الكربون وبيبقى استنشق الاكسوجين اللي في العربية كله وبيموت الطفل او الحيوان على الفور بيحبسوهم وبيعدموهم الذي يتسبب في مقتل طفل يعدم الذي يتسبب في موت حيوان كلب او قطة يتحبس ويخش السجن وعلى فكرة اللي يعزب قطة او اللي يعزب كلب بيروحوا وبيعندهم حاجة اسمها البوليس بوليس الحيوانات البوليس دي في قسم بحاله هذا القسم مخصص لانقاذ الحيوانات من صحابها المجرمين اللي بيعزبوها او بيهملوها او ما بيأكلوها تصوروا زباط شغلتهم بس ان هم يروحوا ينقذوا الحيوانات ويعملوا يعني تجسس ويشوفوا الناس دي ويسألوا الناس دي عاملة ايه في الكلب ده فبيعرفوا فلو شافوا مرة واحد طلع بقطة وخناءها وقعد يلف بيها كده في الهوى لغاية لما ماتت وجابولنا بقى شوفناه على التلفزيون وهما بيقبضوا عليه وبيحطوله الكلبشات اخد كان بقى الاخ اللي عزب القطة ده اخد عشرين سنة عشرين سنة عشان عزب قطة ولا اللي مأكلش كلبه بياخدوه معاو ودوه الملجأ بتاع الكلاب عشان فيه عيلة تانية تتبنى ويجابولنا بقى العيلة اللي تبنته وقعدت تطبطب عليه عشان كانوا ملبسين اتكلب في رقابته سلسلة عورته والزلم والعذاب واحنا هنا بقى في نادي الجزيرة الشيك العظيم الارستقراطي دبحوا القطة طب احنا هنا بقى هنتكلم النهاردة على اللي بيتباحوا البني قدمين ده بيتباحوا البني قدمين ويحطوا رأسهم على بطنوهم شفتوا السور شفتوا السور التي أصابتنا جميعا بالهلع والزهول والانهيارات العصبية والكوابيس دول بقى يتعمل فيهم ايه اذا كان حبسوا الراجل عشان عزب قطة عشرين سنة وما لدوا لنعمل فيهم ايه قلوا لنعمل فيهم ايه وفي حيوانات اخرى عايشة بنا الحيوانات دي